أهلا بكم في آخر فقرة في حلقة الله دي وهي اللقاء مع الفنان والمئن محمد علي والدعوات إلى التزاهرات في 11-11 أنا أؤكد للمرة التانية الدعوات جات من ناس وناس وطنيين لكن هال الدعوات دي الحقيقة عاملة زي الرياح اللي بتهب على بحيرة الهوى أو الريح لما بيهب على بحيرة زي ما قال هيجل بتحفظها من الركود والتعفن لما يكون الدولة سابتة وما فيهاش حركة وما فيهاش غليان وبتنزل النظام بيستقر ويقول لك خلاص أنا زي الفل الناس مش سكتة يعني لكن لما بتبقى فيه دعوات للمظاهرات الانت بيقلق بيقلق ويحس انه لا فيه مشكلة مش عارف حاطيني الكورسي لي كده هيعادوا عين صغار مثلا عليه أو اللي كان قاعد يعمل قابلي تيست الكاميرا كان عين صغار تقريبا على مدار اللي قام اللي فاتت دي النظام السيسي بيحاول يحسن صورته وكل ما كل ما تطلع دعوات للتزاهرات نظام السيسي يطلع يتكلم وينظم نفسه وإحنا عملنا والمحن كل ما تطلع دعوات للتزاهر كل ما النظام يقلق نظام السيسي بيحاول يحسن صورته وسط كتير من الأزمات اللي عيشها المصريين في محاولة منه لامتصاص الغضب اللي في الشارع آخر المحاولات دي هي ما يسمى ظلمة نظورا بالمؤتمر لتحول فجأة من مؤتمر اقتصادي وخبراء جايين يحللوا ونسمع منهم ويقولوا ايه المشكلة ويتزعد على الهوى ونشوف الخبير بقى طلع يتكلم يقول يا جماعة عايزين نقلل كذا ونوزع كذا ونقلل فاقت بكذا وخبير تاني طلع يطلع حاجات تانية لا سامعيني السيسي عمالي هرتل على مدار ساعات نتش الحديدة وبقى ما اكتفاش راح طلع بنفسه بقى ومستفى مدبولي يطلع يطلع شيء مضحك نظام طالع هيحول مؤتمر اقتصادي عشان يقول مصرين انه انا اكتر واحد بشتغل اعلامه كمان مستمر في تقويف الناس من مظاهرات نوفمبر الداخلية بتفتش موبايلات الناس في الشارع وهي سهل اصلها يعني انت الزابط الزابط انت عبيت الزابط لانه الناس بتجي شارع الحاجات على جم ونزل الشارع عارف اللي فيها احنا شعب احتل لسنوات وقرون طويلة وآلاف من السنين والناس عارفة ازاي تتحايل عنها ده المشهد كل الحقيقة احنا محتاجين نقرأه في شكل اوضح ونفهم هل السيسي خايف من مظاهرات نوفمبر فعلا هل خروج مصر من ازمتها هيكون بالمظاهرات ولا بالمؤتمرات وإيه خطة الدعيين المظاهرات دي وإيه رؤيتهم للقادم في ظل طرح بعض الكتاب لحلول وسط زي مثلا بديل عسكري من الداخل ناس قالت كده ناس قالت كده يعني يعني ناس قالت ايه تبقى البديل اصلا كل ده هنقشوا مع ضيف في وظيفكم الفنان والمقاول محمد علي بس قبل ما ارحب بيه خلوني اعرض الصفحة واللي قلنا لكم فيه اسئلة هناخدها من الصفحة دي ونترحها على محمد علي ودي اسئلة كنتم عندنا اسئلة كتيرة لكن البوست ده كنا كتبنا اهلا بيك يا سيد محمد ازاي حضرتك وازاي سيد المشاهدين انا الحمد لله سيد المشاهدين بخير بس طبعا بيغلوا باتصرف بيهم يعني نعم بولا عجبة مسي عليهم مسي عليهم الاول خليني اسألك سؤال محيارني شوية انت شفت كبري ساميرا موسى طبعا ساميرا موسى ناس ما تعرفهش انها كتعالمة نصرية كبيرة قتلها الموساد الاسرائيلي في واحدة من الجرائم اللي تمت ضده العلماء المصريين زيها زي ابن السيد بدير وزي علماء تانين تم اغتيالهم على يد جهاز المقابرات الاسرائيلي عشان بس رحمة الله على ساميرا موسى دي حد مهم يعني وبالمناسبة في احتمال تكون رأي ابراهيم شريكة في اغتيال ساميرا موسى يعني احتمال يعني طيق رأي ابراهيم دي اللي مسلت مع عبدالوهاب خلينا اسألك ازاي بيتم اغذي قرار لعمل الكبري او مشروع زي مشروع كبري ساميرا موسى او المونوريل او كبري الساحل الشمالي انت عيشت جوه الناس دي ازاي بيتم اغذي القرار في ده زي ما قلت يا بيكال دهر حضرتك ان كل الحاجات بس وللافت انتباه النهاردة في المؤتمر الاتصادي ان المؤتمر كله طالع ان عبدالفكاح السيسي بيدافع عن نفسه ورئيس الوزراء بيتكلم على كبري يعني مش وزير الاسكان يعني احنا في مؤتمر اتصاد مستثمرين من الخالب لو عندنا مشاكل اتصادية بنحاول مبرر ايه الحلول او بنقدم حلول بنجيب خبراء عشان نحل المشاكل اتصادية تخير بقى حراك انت اجاب النهاردة في البرنامج اللافت ان رئيس الوزراء بيتكلم على كبري ويقول على كومنت فانا شايف طبعا الكبالي والحاجات اللي بيتم المصريين لحد النهاردة واللي بيعال على المصريين انها بالفعل بيتم دون دراسة زي ما انت حالك شافت كده عم فتح السيسي اعمل الكبري هنا الناس دي الناس لا يمين لا خليها لشمال يعني سوق دارة 100% طيب انت بتقول انه هو طالع يدافع عن نفسه هل تعتقن دلو لقب الدعوات الى التظاهر في 11 نباندر طبعا مية في المية باين جدا من الاعلام المصري انه هو مفتز باين جدا من الجان الالكترونية بتتظهر بوشها او لو فرضنا حتى بموايدين انه هو مرتبط جدا من موضوع صورة المناخ او نزول 11 اولا هو عمل مؤتمر المناخ ده عشان يحسن صورته قدام العالم اتنين هو عزم رؤساء العالم المفترض انهم ما يحتروا انهم الملك شارلز عشان هو مؤتمر موضوع المناخ عنده مشكلة كبيرة جدا هو بيواجهها المشكلة اللي هي ما بين روسيا وامريك هل بايدن اللي حيحضر ولا هل بوتن اللي حيحضر يعني هنجي نبص هنلاقي انه كل الظروف في مؤتمر المناخ هبالفعل ضد السيسي يعني هو كاختياره انه يعمل مؤتمر المناخ عشان يلمع نفسه قال انه على اساس انه هو بيروغ السياحة في جنوب سيناء موضوع طبعا فاشل فده بالنسبة لنا فرصة كويسة جدا جدا ان صوتنا يظهر قدام العقل وهو حاسي دلوقتي ان ده حيبقى نجبة بالنسبة لنا قصتها المسأل ان ايطاليا هتستغل الموضوع ده احتمال انا سمعت انه حيفعله موضوع قضية ريجين اتنين لقيت خبر نازل دلوقتي وزارة البيئة البلجيكية بسبب انتهاكات حقوق الانسان فالواضح ان هيفتحوله الملف ده وهو طبعا راجل ما بيفكرش ولا عنده رؤية وانه هو اصلا صفر فابتداد داتي هتخيل ان مؤتمر المناخ هيتقال له اسئلة داخل المؤتمر هتكسبه هتسبب له احراج تمام العالم كله خلاف بقى انه لقى ان الدعوات المراضي اخدت شكل مش طبيعي ليه بقى لان المصريين النهاردة وصلوا لمرحلة عظيمة جدا ان النهاردة شايفين ان الدولة والحكومة مش قادرة توفر فلوس او عملة للكتاكيد شايفين ان واحد زي نجيب سويرس النهاردة طالع يقول هو ونصد سويرس ودول من العائلات المهمة او عندهم شركات كبيرة في مصر يقولك مفيش دولار شايفين ان الخبرة الاقتصاديين النهاردة اللي بيطلعوا من داخل مصر زي الخبير هاني جنينة وغيروه بيقولك ان مفيش دولار فحيطر يلجأ لي ايه ان يبيع اصول مصر بخلاف المشاكل بالد خلال جوا الجيش فهي فرصة كويسة جدا جدا انا شايفها انها تحرجه قدام العالم ونقدر نعمله هنا اسقار يعني ان انا نوقع طيب معلش يا عزيز محمد خليني اصارحك بالحاجات اللي بعض الناس سيبك بقى من الاسئلة ونكلم بعضنا وانت كده يعني احمدي يعني بعض الناس بتدعي من اللي بيدعو لهذه المظاهرات انهم على علاقة بفريق من المخابرات وان المخابرات الحربية او جناح داخل مخابرات الحربية معاهم بعضهم ادعى انه في جناح من الجيش معاهم لأي مدى الدعاءات دي صحيحة مية في المية انا معايا ناس مجوش قلت الكلام ده اكتر من مرة حتى لما اطلعت لا 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 محمد انا سألتك في 19 ستمبر معاك حد في الجيش قلتي لا ثانية واحدة معايا حد من الجيش لكن فعال لا معايا ناس من الجيش الجيش ده يا أستاذ محمد عندنا الجيش اللي هي دارة المدرعات ومشاول مدرعات وعندك الجيش مقارونا الجيش ده دولة كبيرة جدا يعني خلفة حول 500 ألف نص مليون فينا الكويس وفينا الوحش تمام ده وارد جدا تمام كل الجيش وحش انا معايا انا معايا طيادات من الجيش ومعايا ناس من الجيش لكن هما يفعلوا حاجة في الشارع او هما ينزلوا عمالهم صهرة او الفيلم بتاع جمال عبد الناصر خمسوشر الظابط وعنوح موت السيسي ده فيلم قابط معايا انا معايا ناس من برة ده كثرة محترمة عندها علم اذا الدكتور محمود واهبة والدكتور زويل يعني بيحبوا مصر ايش لكن مش قادرين يطلعوا ليه حد انها عندهم التزامات عندهم اهل في مصر مش قادرين يتكلموا فما بالك اللي جوا الجيش معايا لكن مش مؤثرين ده انا بقول ايه انزل يا شعب مصر حرر بعدك وحرر جيش طيب يعني الدعوات دي كما ادعى البعض انه معهم ناس من المخابرات فانت بتؤكد ان في ناس من داخل المخابرات بيدعموا التعورات دي او الدعوة دي ان حتى ان راجل مدير مش هقول هو المدير زباط وولاد رئيسه في المخابرات العامة يعني يطلع لهم صور في الفترة دي وفي الوقت ده اشمعهم طيب هل الناس دي بقى النهاردة هقوله حد النهاردة شوف شكل السيسي وشوف محمد زاك النهاردة هو في المقتمر يعني السيسي النهاردة المعمل مقتمر اقتصادي يتحول الى الدفاع عن النفس ويبرى للمصرين هو عمل ايه ده هو مش عارف ان في خيانة داخل الجيش وان في ناس مش عايزينه خيانة بالنسبة له يا نساء الله حاجة حلمة هو مش عارف ذالة ان هو مقبع يعني في ناس معنا انا قلت كده افض محمد علي لديك من يؤيدك في الدعوات إلى تظاهرات 11 نبام طبعا 100% 200% ولما ربنا يكرم هتطلعوا وتقلق أسمائهم وفيهم قيادات فيهم قيادات بس مش قريبين من السيسي ولكنهم غير مؤسرين لا ما يدرش يعملونه حاجة غير مؤسرين بالنسبة للسيسي ولا غير مؤسرين في تحريك الشارع لا لا هيقدروا حركه الشارع ده مستحيل وبالنسبة للسيسي ما يدرش يقربه منه السيسي النهاردة عنده كان حسنا بارك في عز قوته كان عنده حوالي 100 إلى 50 ألف في الحرس الجمهوري السيسي جايب 5 أخر النت عندك السيسي جايب إيه؟ ما عليشه انت قطع لحظة السيسي جايب إيه؟ طيب السيسي حسنا بارك كان عنده 15 ألف الحرس الجمهوري كوته كانت من 10 إلى 15 السيسي رفع قوة الحرس الجمهوري لـ 35 ألف عمل الجيش لوحد طيب جميع الحقيقة ده عدد من قدد الجيش طيب نيجي للسؤال التاني ما هو ردك على الأول الخبر اللي قاله الأستاذ محمد علي بخصوص وزيرة البيئة البلجيكية ده نزل على رصد كمان أن على رصد على مسؤولية رصد أن وزيرة البيئة البلجيكية رفضت أو ترفض حضور قمة المناخ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ده على رصد مش على محمد ناصر ولا على مكملين طيب سيد محمد ما هو قولك أو ردك على الأستاذ كمال أبو عيطة تعرف عاسم كمال أبو عيطة على فرطة الحلقة لا معرفوش بالصفة الحلقة ولا طيب خلينا متابعينك يعني الله يحفظك خلينا نشوف فيديو الكمال أبو عيطة بيتهمك بأنك أنت مقاول وأنك مش وطني وأنك هارب وأنك مش سياسي وأنه لن يستجيب لدعوة واحد مقاول هارب وليس سياسي نشوف كده مع بعض ما هو ردك يا أستاذ محمد على قول كمال أبو عيطة ردي أن أنا كنت من النظام أنا قلت بكده من 15 ل16 سنة وكنا زي سمنا على عسل ولما اختلفت وجهة نظر في قدرة الدولة اتسمى علي واتحط في المعتقل وبعد جده أخذ إعدام وأنا كنت ابن النظام فيه واحد سياسي في مصر بقى حاق يطلع حتى لو هو وطني 100% يطلع جوه مصر يقول دعوات للتظاهر ده كلام منطق يعني أو ده كلام يستقبله العقل يقول لك احنا بنهرب هو المئة ألف معتقل اللي موجودين جوه السجود من بنات وستات ورجالة وشباب وإحنا ربنا نجينا سبحانه وتعالى ويهربنا زي ما هو بيقول ساعدته عشان نقدر نكمل بقيت رسالتنا عايز بقى واحد من جوه مصر يطلع يقول دعوات ده اللي بيطلع ينتقد النظام جوه مصر على الفيسبوك بيخدوه يحبسه عايز بقى واحد يطلع يقول أنا عايز أعمل دعوة وتلموا معايا مصريين يعني كلام الله طيب خلينا نقوم من لأ منتعلقت خلاص ما نقول يعني مش هكمل البقى خلاص كده كفاء طيب خلينا نروح لي كنا كتابنا بوست على الصفحة اسأل محمد علي فدلوقتي ناخد مجموعة أسئلة ترحوها الناس عليك وعشان ناخد رد فائل الناس في شارع أحسن من كلامنا هنا أم مارين بتقول للأسف خلينا في حد بيسأل بس حد بيقول ممكن يا أستاذ محمد تعمل دعوة المصريين في الخارج ينزلوا يوم 11 بالتزامن مع الحراك في مصر ويكون أمام سفارة مصر عشان العالم كل يعرف أن 99 و19 الشعب مش عايزين يشوف وشه أمه أم الفقر ده تاني ده سؤال ابتسام تفضل تفضل ونرجع للسؤال الخالد اللي بعد كده من اللي جوه مصر إن اللي بره مصر يا مجموعات قليلة ولو يسوا قدام الصفارات لازم ياخدوا مفرات وقصة كبيرة يعني اللي بره مصر ده مطمئن اللي بره مصر ده اللي زي وزي غيري هو عايش حياة كريمة بالفعل وآمن أيه للأسف النت بيقاطع عندك يا أستاذ محمد وإحنا يعني نفسنا يسي تكمل على خير عشان نعرف نستفيد من لقائنا معاك إذا عادل نت مرة تانية للأستاذ محمد عبل ما يرجع ممكن أخد كام سؤال من على الصفحة برضو عشان لما محمد يرجع فيه خالد بيقول ألا ترى أنه يملك من البلاها ما يؤهله لتدمير الشرق الأوسط كله أم أنه يعتمد على المتلقي والقبلة وأن من حوله كمستفيدين لا يمانعون في ادعاء البلاها أو البلاها نفسها لصالحه والله يا خالد هو يملك من البلاها ده حقيقة حنان بتقول تمنعني السؤال بس ذات خيالي بتقول أنت عندك أمل أن في حد هينزل فعلا اليوم ده رغم كل الأحداث اللي مرت بنا وبها البلاد الفترة الماضية وما يحدث إلى الآن أنا نفسي أنا نفسي ما عنديش أمل أن حد ينزل ولو حصل مش هيبقى مترتبة لأنهم بيبقوا عاملين كل حساباتهم واحتياطاتهم ليوم زي ده وفيهم صيبة أكيد هتحصل الآن الجاية زي كل مرة كلام أوستاذ محمد أنت معنا سمعنا؟ تحب أجابه؟ أه تفضل يا ري تفضل أه جدا هو الحصل 2019 كم من يعرفون ده حاجات دي كلها بإسن ربنا سبحانه وتعالى محدش يعرف علم الغيب إحنا صوار يعني عايزة صوار يعني طول الوقت هاي بقى يستحرر بلدك لكن بقى عملية النصر دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى هو زي اللي نسكة لما دخل حربه قدام بوتن لو خسر أول معركة يزيع كود الجيش ويتقن على الله ولا بيكمل بيطة الحرب دخلوا في عشر شهور شوية دول يخسروا شوية دول يكسابوا شوية دول يكسابوا شوية دول يخسروا فما فيش الكلام ده طبعا مكملين وعندي إيمان إن نسوء الله إن الناس حتنزل لأنها خلاص قفلة يعني سيس النهاردة بلطلع في المؤتمر الاقتصادي قالوا قدام الناس ده كافل الناس تنزل يعني ما فيش كلام بعد كده طيب ناخد سؤال تاني بعد إذنكم يا شباب ناخد سؤال تاني من برضو الصفحة لأن الصفحة أنا عندي أهم بكتير جدا من أسئلتنا نحن فيه بتقول مكة بتقول لو لم ينجح يوم 11 11 تفتكر ممكن السيسي يصمد بسياسته دي قد إيه وما الضرر الذي يجنيه الشعب والدولة في استمراره في الحكم السيسي هيصمد بالسياسته دي لأن الناس هتعمل إيه والناس مازات 11 11 أنا أعتقد أن السيسي هيأخذ 11 11 خاصة وأن الزخم اللي حصل على 11 11 أكتر من أي دعوة حصلت قبل كده حتى أنا لو قلت أنا شخصية يعني 19 كانت مش عليها الزخم اللي حصل على 22 على صورة 11 11 فلو السيسي تطمم أنه محدش نسل وعرف أن الشعب خاي أو الآن أنه هو ينزل لا الموضوع اللي جاي حيكون أصعب بكتير وما فيش حاجة يسمعه بقى صورات لأن أي تجمع بيحصل فأو يعني أنا النهاردة مثلا سيسي أنا بيخش يهد حتة زي مطقة الماكس بيعمل إزالة أي أن كان الناس بتنزل دي عددها دي 500 ألف زي كزيرة الوراق 3-4 ألف من السهل جدا جدا السيطرة عليهم من خلال السرطة من الداخلية يعني حتى لو وسعت شوية هيعملها دعم خفيف من الدكيش وده ما بيحصلش هيعرفه لما فسيسي حيحس دلوقتي أن الشعب بجد خايف ومرتبك وأن محمود قدر يعمل القبضة الأمنية بقوة حقا خلاص بقى إذا كان فيه تعويم حيرفعه إذا كان فيه دعم هيشيله ياخده طرب خلاص مش خايف بقى إلى الآن يحيينا ردنا بقى وجوك من اللي هيقدر يطلع يعمل دعم من جوة مصر زي ما عمل حاجة ده قال كده حيب أقم الأول وأعرف يعني طيب محمد بيسألك يجب وضع خطة للخروج للشوارع أو للشارع بطرق مختلفة عن الماضي والترتيب مع كل القوى السياسية والثورية سؤال محمد ده بس خلي الصفحة دي سؤال محمد ده اسم حمد بيخلين أسألك ما هي الخطة يعني ما هي الخطة الدعوات لمزاهرات 11 11 يعني هل هي مجرد دعوات ولا في خطة موضوعة هنتحرك كذا هنعمل كذا وهل في ترتيب مع قوى سياسية وسورية داخل مصر أولا أن القوى السورية وقوى السياسية هي الشعب والمعادلة هنا هي الشعب والناس الصوار دلوقتي اللي عايز يعمل بيعمل دعم هو بالفعل جدا لا يعمل دعم ونضع الحرارة بتاع 11 11 الخطة أنا قلتها أكثر من مرة يعني قلت لازم الأول يحصل تجمع احنا هدل من بيحصل حفلة لموازف الساحل الشمالي بتيجي تخش بعربيتك كده من بوابة مارينة من لسة انت على البوابة بتاع الساحل بتاع بوابة مارينة تلاقي يقولك الدنيا كلها مأفولة للحفلة لأي فنان جوه لما نيجي نقول صورة قلت التجمع في مسجد أنا بكلم مثلا خاصة على الطهراء والجيزة تعالوا خلي التجمع بتاعنا مسجد عمرو بن العاص الساحة بتاعنا توسعة أنا النهاردة هتحرك مثلا من آخر الدنيا وهو هطلع من السمان لحد مصر الأديمة اللي ماوصل عمرو بن العاص أكيد لو حصل تجمع أو الناس الغلابة اللي في مصر الأديمة أو عين الصيرة اللي جام بس حاولين مسجد عمرو بن العاص والبساتين طلعوا أنا عشان أوصل لمسجد عمرو بن العاص من على كورنيش النيل مستحيل يبقى هنا الشعب يعرف أنه هو اتوحب أنه بالفعل حصل تجمع من هنا بقى على الكورنيش فأصلا كده السيسي وقع في مطابر المناخ اللي هو يوم 11 الدنيا هتتقلب عليه لو الناس يتراحل على مجلس الشعب اللي هو وسطهم احنا مش هنمشي هناك إلا مفيش غير جملة واحدة ارحل يا سيسي الإحراج اللي هيحصله أمام العالم وفي مؤتمر المناخ زائد قوة الشعب على الأرض واستسلام السلطة ودخلنا مجلس الشعب ده أكيد عشان اللي هو دول لا يوسله الشعب بكلمة حيخشوا ناس في قلب مجلس الشعب أكيد بلد أكيد الكوكب حيتهز دي احنا حيبقى مصر موقفها على القنوات العالمية لا يقل عن حرب روسيا وأوكرانيا طيب معلش محفوظ زيح حرب بلدنا من احتلال بقاله 70 سنة يعني شعب ساكد بقاله 70-80 سنة فدخل لما يقوم ما دي عرب احنا بنشيل جيش قاد قيادة جيش احتلوا بلدنا واحتلونا بجيش ناحنا وده أصعد وأقوى مئة مرة من روسيا وأوكرانيا على الألع دوان عارف لكن ده ابن بلدي فوكرس بنبوي طيب محفوظ يحي بيسألك بيقولك يعني يعني بيقول لو حصل التحرك وكم أتمنى يعني بس الخوف انه هيكون تحرك عشوائي بدون رأس ازاي نقدر نقدر نوجه ان الشارع خوفا من تلك النتائج العشوائية السؤال تاني يعني ايه عشوائي محفوظ يحي ما اتطلع السؤال اه ماش لا عايز اعرف السؤال لا يعني ايه عشوائي ما عرفش هو اللي بيقول لو حصل التحرك وكم أتمنى بس الخوف انه هيكون تحرك عشوائي بدون رأس ازاي هنقدر نوجه الشارع خوفا من النتائج تلك العشوائية يعني ازاي ما تبقاش حكاية عشوائية يعني لا لا اولا مش عشوائية وما انا محمد علي وانا اللي ندعي على الصورة دي ازاي تبقى عشوائية يعني وهعرف واجههم ازاي وممكن ناخد بعضين ونطلع على المطار حسب كمية الناس اللي هتنسل هل المحافظات التانية كلها هتنسل وبالفعل هيقدروا روح للمحافظة المصرين جدا اسكية ويقدروا يتحرك لكن انا معاهم يعني هممكن نقبر الموضوع لو هو ما استسلمش لحد ما نطلع طريق صلاح سالم ونخص المطار اقفلوا الرحلات اعطر رحلات السفر ما هي حرب لحد ما هو وهو اصلا مهزوز يعني مجرد نزول الناس السيسي دلوقتي بفيش حد جنبه ورجال الاعمال هو سيسي غلط غلطة رهيبة جدا حتى كاديكتاتور خسر كل الاطراف اللي حوالها يعني بجرد ما هو حاول سمع عنان رئيس الاركان اكيد هو اخذ طر منذ بعض زباط الكاش النهاردة المقاولين طلعهم زي سعيد اللي هم كانوا زراعوا الايمن سعيد والحاجة والمواندساني طوادرس وعد على يدك مقاولين من 2018 وكانوا معايا السيسي حبسهم واخد فلوسهم فبقى الغني والفقيل والزابط سواء في الداخلية او في الجيش السيسي ربع عدوات رهيبة حتى ما عملش زي حسن مبارد اخذ طبقة الاغناء ورجال الاعمال اللي اتجوزهم زي احمد عز زي منصور عامر زي سليمان عامر زي ايشان طلعت مجموعة ايشان طلعت مصطفى اتجوز رجال الاعمال وهو ده غلط ما قلتش حاجة ولكن السيسي حتى مع دول لا حبس حبس صفان سابت اللي ده له فلوس حبس حسن راتب محمد الانين ما سالش حد السويركي حتى بتاع الهدوم مقاولين زود بار فبقت القاعدة عنده داخل الجيش وداخل المؤسسات فيها قره جميل جدا خلاف بقى ان دول الخليج النهاردة بقيتهم هوا تساف النهاردة بتكلم عليهم انا عندي خمسمائة انا عندي مئة مليون انتو عندكم ستة مليون مش حدش عايز يوقف جنبي مش كل دي خسار بجنيها السيسي فهو وقع مجرد من ظل الناس اعتقد ان السيسي هزة واحدة تأكد السيسي راح طيب والناس سايفة قبل ما اوصل للصفحة فيه سؤال بس هنا ابو عمر المصري بيسألك ايه رأيك في صورة المفاصل اللي بيتكلم عليها المهندس خالد السيرتي من فترة صورة المفاصل اللي بيتكلم عليها المهندس خالد السيرتي ومعنا ريم وشريف وشام صابري صابق كان في امن الدولة صابق ناس كتيرة جدا بتطرح ازاي شكل شكل التحرك في الشارع المصريين زي ما فيها محمد وخالد وفيها شريف وفيها شام وريم ونرمين وفيها كل دول اكيد برضو هم يبقى عندهم وجهة نظر للتحرك كلها تحترم ولكن في الاول وفي الاخر الحكم للشارع لان هي حياة المواطف اللي هينزل الشارع يشوف ايه اللي قراب له وإيه اللي امان له وينفذه بس المهم ان احنا ننفذ حاجة على الارض ان كلام خلص مصر يبتغرق طيب هنا في سؤال في ظل القبضة الامنية اللي بينتهجها النظام ضد الشعب المصري حتى الان في نظرك يا محمد علي هل يستطيع الشعب المصري اردها يا عز الشعب المصري ان يتحد ويسقط هذا النظام قبل ما تجاوب ده نفس المعنى اللي اشار اليه لو طلقت فوق يا علي المهندس الاعلامي عمر الشال وتحياتنا للزميل الاعلامي عمر الشال هو بيقول الاستاذ عمر الشال يعني بيقول هل فعلا متوقع ان الناس هتتحرك في ظل القبضة الامنية الباطشة في مصر ده اللي قاله نفس المعنى اشار اليه الاخ اللي سأل والان قدامي الاستاذ الاعلامي عمر الشال فضل اه متأكد من نسبة من نسبة 90% ان خلاص المعاعد لقفرت الشعب النهاردة بقص انا بلاحظ النهاردة محمد حاجة حاجة مفرحاني جدا يعني بص كمية الفيديوهات سيلك من نهاية تتكلم على 11-11 المصريين هتلاقي من اخويا الفلاح اللي قاعد بالأرض والرجل المتوسط والشاب والطفل اطفاله عندها 12 سنة و15 سنة زي العسل طالعين بيتكلموا زي على قدارة الدولة الشعب النهاردة بقى عارف ان فلوسه تتحط فين عارف النهاردة عارف ان هو لازم يهتم بالإنتال عارف ان مشروع العاصمة الإدارية ده فعنكوش مالوش اي لازم مش هيدخلوا داخل وده اهم حاجة في الدنيا يعني امام بتفرج على فيديوهات الناس قبل ما بتفرج على الدعم بشوف رؤيط مصد لايه وده من الحاجة اللي مطمنان النهاردة كلهم بيتكلموا اللي هو دايما كانت الحكومات اللي كانت موجودة كان دايما بتهيي للشعب ان عملية قدارة الدولة دي حاجة عظيمة ومش اي حد يكلم فيها وانتو فاهمين حاجة وهي الموضوع ابسط مما يكون انت بتشوف الموارد البشرية اللي عندك والموارد الطبعية اللي ربنا مدهلك في عدة الارض اللي هي بتاعك وبنان عليك تشتغل واي صغل بيعتمد عليها على الاهل الخبرات بس وخلاص لكن الافلام اللي كانوا بيعملوها علينا الحكومات زمان والتحديات واللي مش عارف ايه طبعا فده اللي مطميني ان الشعب طالما جان عملية الادراق والمعرفة من هنا الشرح هيتحرق خاصة ان النهاردة بقى الشعب مدرك انه مفيش دولار جوه السوق شايفين الاسعار ورص كارتون تلبيت الكاتاكيت قصلي البيت مش حلقيه خلاص النهاردة من يطلع النهاردة رؤساء جمعيات او ناس مسؤولة عن الموضوع بتاع قدام الشعب وراجل الرئيس طالع في قلب مقتمر ما طلعش من اول ما موضوع ده حصل لحد النهاردة يعلق عليها ليه النهاردة فؤاد مدبولي النهاردة مجابش مصطفى مدبولي ده مجابش النهاردة موضوع الكاتاكيت وقال له رئيس عندنا مصيبة في السروة ده وبالعافية انا وفرت لهم 350 مليون دولار لمدة اسبوع هل الكاتاكيت هتكبر في اسبوع هتبقى فرخة يعني الناس النهاردة شايفة ان قدرت الدولة رايحة للمهيار وان الناس اللي هي بتدير دي فاشتماع في المياه فانا عندي احساس واقع ان الناس خلاص هتنسى طيب انا بس استسمحك ويعني انه الاجابات تبقى سريعة لاني نسيلا كتير جدا والوقت بيعادي انا هقول سؤال من هنا من على موبايلي وبعدين هناخد السؤال ده لانه فيه سؤال مهم هنا وهنا بس ارجوك ما تزعلش يعني لما اقول السؤال ده لا 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 ادم وماليكة ادم وماليكة ماجد الحساب باسمك كده ادم وماليكة ماجد بتقول او بيقول حضرتك يا استاذ محمد شخصية محترمة ويعلم الله اننا بنحس انك شبهنا مش غريبة علينا بس ده علينا بس بيقول بس استاذ محمد علي كان واحد شغال معاهم وخد فلوس كتير واختلف بس مع النظام عشان نصبوا عليه وانا ما اختلفت مع النظام عشان نصبوا علي انا اختلفت مع النظام عشان طلبوا التمشين غلط وقلت وجهة نصب لكن النظام ما نصبش علي بعد ما تخنقت معاه اخدوا في السؤال طيب هنا بقى فيه سؤال تاني حد حسن بيقول اختراح بسيط استاذ محمد علي ماذا لو يبدأ المصريون قبل الخروج يوم 11 11 بعصيان مدني شامل لارباك الاجهزة الامنية ممتاز ممتاز طبعا تكره عن لك يعني انت بؤيد لده اه طبعا يا ريت المصريون يعملوا كده ممتاز طيب بيقول محمد سالم بيسألك بيقول لو اعطيت لك ضمانات دولية لحضور مؤتمر الحوار الوطني هل ستحضر لا مستحيل ما عودش مع السيسي ابدا انا رافض السيسي مبدايا ورافض الجيش يدير الدولة ويرجع السكنات فما فيش حوار مع رجل اتى الناس واعتطى الناس وموت ناس حوار مع مين ده مستحيل حوار مع رئيس السبب طيب معلش علاء سالم علاء سلام بيسألك بيقولك انه تقريبا يوم 11 11 يوم اجازة مش هينفع خالص عايزين يوم زحمة مش هوا وجهة نظر تحترم بيقى ما هو 11 حلاشة ان شاء الله تبقى تعمل ايه ما هو برضو الراجل يعني وجهة نظر انه عايزين يوم زحمة مش هوا حضر بقى انا حاسس للميت مليون عايزه زحمة عايز واحد يقولي لا نصف نصف وتخلي التلاتة انا عندي اجازة واحد يقولي ما سأتخلي الخميس عشان عام بيطرح يوم الاثنين عام بعدين الوجهات النظر ده احنا 100 مليون انا بس اطلع وانزلي عالي كده بس عشان ناخد اكبر كمية ممكن بس سؤالي مين النخب اللي ممكن ده ام عبد الرحمن بتسألك بتقولك مين النخب اللي ممكن تتوحد عليها وقلبه على البلد اي نعم اهم حاجة الخلاص من الراجل ازع ده ده اهم امانينا بتسألك عبد الرحمن مين النخب دي النخب دي هتطلع مجرد من نظام لان في ناس خايفة جدا ومرتبكة جدا ومش كل واحد هيقدر اطلع معك النهاردة محمد او معي عشان نقدر اتكلم هيقول وجهة نظر في جوا مصر كوادر تخض وفي برا مصر كوادر تخض بس مين اللي هيقدر اتكلم في ظل النظام عنده قمع فوق الخيال اعتقد محصدت دعم ذا المستنصرة اللي هي اللي بلو عليها ما ينسى طيب عبد المعالي شوف لنا كام سؤال برضو اهو ياسمين تقريبا انا سألت سؤال يا ياسمين هل انت وراك بعض قيارات الجيش ام لا هي سألتك انا سألتك السؤال ده في البداية مزبوط معاي انت بتؤكد ان معاك قيارات الجيش وقيادات يعني معاك قارت اسلحة قارت افرع معاك قارت افرع مش الطب لكن معاك قار ما هو قائد ده في الجيش قارت كتيبة ده ما هو قائد قائد لو ده ما هو قائد قائد فرقة ما هو قائد يعني تلمت قائد كتيب كذا منصب طيب معلش يا محمد يعني خليني اسألك سؤال بعض الناس بتسألوا يعني يعني خلينا نمشي معاك الخط الأماني ناس كتير جدا خلاص قامت المزعرات 11 نوفمبر طيارة النظام ده البديل البديل هنعمل في انتخابات تكون ناسيها مضوع سهلي جدا حقيقية بجد تبقى الأول مرة في تاريخ مصر يجي مجلس شعب محترم يمثل المصريين يتم تعيين حكومة عندها رؤية بجد تقول رؤيتها مش نور عناية ولا كلام مرسل معلش نقاس بذلك يقول الدكتور محمد مرسي يطلع يقول مثلا فيه شواء بتاعت المصريين حيتم يتسلمها لان دي كانت حاجة مسروقة من المصريين دي ألف به اللي مشوفتش رئيس طالع لا حسن مبارك ولا اسمه إيدا سيسي ولا حتى في ناس ولا محمد مرسي طالع قال ان الشقة المبنية من وزارة الإسكان أو من قبل الجيش الشقة دي مسروقة من المصريين أنا مستغرب يعني وحللتها مئة مرة حد يقول لي الشقة دي جات بلوسها من ايه دي رقم واحد ويبدأ بقى يكمل بقية الحكاية كحكومة حكومة تتحاسب انت شايفوا النهاردة في انجلترا حكومتين تشالف قد ايه في خلال تقريبا سنة واحدة لسه مسكن من المتشاهرين عشان غلطة شالوها والتاني على كل علاقاته بدول العالمة تشالف يتحاسب وخلاص ورئيس الجمهورية بعد كده بقى يتم انتخاب لكن الصلاحيات لمين لمجل الشعب مش بلد يحكمها واحد رئيس واحد اله واحد نسمع كلام ونطبق تعليماته وهو بقى اللي شايف الرؤية بتاعته لا اسمها رؤية شعب والشعب ده مين نمثله مجلس شعب الموضوع بسيط جدا النهاردة الناس اللي كان بتطلع يعني اتنين طبعا النظام طالبا وطالبا الى الان احمد تنطوم وطالبا مطلعوش قالوا ان الانتخاب مزورة من داخل مصر يعني في اكتر من كده ايه اذا كنت انت بتقول بقى مزورة وانا بقول مزورة متهمين ان احنا ناس ارهابيين او مش قويسين او عايزين نعمل انقلاب على الحق طيب طيب اللي داخل مصر النهاردة وكان في الانتخابات قالوا مزورة يبا احنا كل طالبين وإيه عدالة في الانتخابات التي تمثل الشعب لها مجلس الشعب بس الموضوع بسيط وبعد بعد الشعب والحفومة تيجي ان شاء الله رئيس الجمهورية ده ما الملكة يليس بيسيوه غيرها وفينا في اسبانيا في ملك مش هو اللي يدير ليه طيب ما عليش فيه سؤالين هنا يا محمد مهمين بالنسبة لي الاكاونت حساب باسم الاكاونت ده بكهرب بتقول هل يوم 11 11 هنقدر ننزل فعل الشارع انا بصراحة مش مقتنعة او مش انا بصراحة مش مقتنع ومش قادر اقتنع بكده لاني شايف من وجهة نظري اللي ملهاش اي ستين لازمة ان الموضوع صعب وبعدين في حاجة انا مستغربة جدا يا سيد محمد ناصر يا سيد محمد يا ناصر من انضف الشيطة المصرين بتحب بيها حضرتك مقتنع بهذه الدعوات اقتناع شخصي وشايف انه هيبقى فيه نسبة نجاح قدي ايه من وجهة نظر حضرتك صاحب الحساب ده انا هرد عليك بس محمد علي يرد عليك الاول هل انت شايف انت شايف ان الناس هتنزل يا سيد محمد ومقتنع ولديك امل كبير جدا فيه ناس سبحان الله واتمانا يطلعوا من العدد فيه ناس عندها يأس وفيه ناس دايما عندها امل انا راجل طول عمر متفائل وعندي امل وعند طبور عمر اليأس ده معرف ليه طريق فيه ناس كده تحسي سبحان الله اليأس يسكها من اول خطة ودول يعني هنقول ان غري اللي حاول يقوي نفسهم ويطلعوا طاطة انرجة عالية يخلى عنده ايمان بالله وامل بالله ان الحياة ممكن تبقى الاحسن والاوضع لكن انا باتبعش من افضلات اليأس طب انا اعمل ايه خلاص انا زهيك انا اتعب انا لو عملت كده وكان ده مبدأي في البزنس انا كنتش نجح زي ما قالك كده مهندس عمد عثمان احنا بنائيه اعملت بنفسي كملت عارف انا رايح فين اتضبت الهدف بتاعي قبلتني مشاكل وعقبات زي اي مخلوق في الدنيا وانجح لكن لو استسلمت وامتلكني اليأس من اول ما اخسرت في شغلانة او اتنين او تلاتة يبقى انا راجل فاشل اهر فده انسان يأس فيه سؤال مهم سألاه ايه اشرف والله وده سؤال رائع بحقيقة عليه ايه هي بتقول هنا ايه الفرق بين دعوات التظاهر المراضي والدعوات اللي حصل قبل كده اللي انت دعيت ليها يا سيد محمد الفرق ان الفرق ان في 2019 دعوة دي انا كنت مش اعمل دعوة ولا كنت منظمة انا هعمل دعوة انا قلت قبل كده كنت في حالة نرفزة وكان قلت الناس تنزل على اساس الاحزاب والحاجات اللي تشوفوا ايام مدني التحرير لكن المراضي منظمة المراضي اولا المراضي فيها زخم جامد جدا انا مستغرابه الصراحة شباب وغراء من مصر والناس جابت اخرها وهو يعني سبحان الله توقيتها رهيب فرصة زيانية وانا عشو كده استغلتها ثانيا المراضي منظمة ومنهاجة هننزل يوم كذا هنعمل كذا لكن اللي فات اذا كانت 19 انا نديت عليها فده كانت كده والناس نزلت 20-20 كنت عايزة الناس تنزل والناس بالفعل نزل بس كانت الاعداد قليلة وكانت في الكرة فيدروا يقبضوا عليها بعد كده انا ايدت صورة كنت انا مش عاملة كانت فكرة المهندس خلت السيبتي وكانت ناس معاه اللي هي صورة المين وبعد كده الصورة انا اتكلمت على صورة المناخ دي تبقى مناسبة دعوتك دي انت بتقول دعوتك للصورة دي عمر المصري بيقولك خليك في حالك يا محمد يعالي احنا تعلمنا ومحدش هركب على صورتنا تاني انت ما تتكلمش غير لما النظام الحالي هانك واكل مالك فما تحورش وتهد شوي والله لما واحد يقولك ان النظام الحالي اكل مالك يكفي انه هو المعارضة شاهد شهادة ان النظام الحالي حرم شاهد شهادة شاهد شهادة بينه ايه ان النظام الحالي حرم ما بيقولي اكل مالك يبقى نظام حرم فكونك ان انت شاهد ان انا تسرقت وعايز اتبع واحد حرامي تبقى انت حرام ما هو اللي بيقول اكل مالك وانا اللي قلت وانا اللي قلت وانا اللي قال هو اللي قال طغير يبقى نظام حرامي هو اعترف وقل الحمد لله انجتش حاجة من بيتي بقى أعب بقى أشتغل مع نظام الحرامي باكن فلوس الناس طيب في سؤال تاني حد بيقول لك هو اللحظة أم ماريم للأسف في ناس خايفة بس غصبة عن نعم عندنا في المنطقة وأي حد كتب على البيت بتاعه عايز حقي يا رئيس من شارين والله ما حد عارف عنه أي حاجة لحد الوقت حتى والدته ماتت بالسكتة القلبية حسبنا الله ونعم الوكيل ما هو تعليقك الخوف ليه ضريبة والشجاعة ليها ضريبة لكن ضربت الخوف قد تمن ضربت الشجاعة نية مليون مرة وكده كده الشعب بها بيموت بيرمي الأكل بتاعه النهاردة وشباب مش تلاقي فرص عمل واحدة على الأهاوي ومش شباب ورجال والنهاردة بيقفل المصانع بشهدة رؤساء جماعيات المستثمرين إذا كان 6 أكتوبر أو العشر من رمضان بيقول لك النهاردة أنه خلاص بنقفل المصانع وبتقول كتاكيد النهاردة بيرميه اللي كتاكيد حية قدام الناس إيه اللي باقي؟ انت ميت ميت فخلاص يا متولك طب احنا حاربنا أو طلعنا برا وربنا الصرع معانا قتل ساعات حسني وقتل عشرة مروان والتخاف قولها هيقتلوني ما كانها هيقتلوني وربنا نجاني وضربت الشجاعة بتاعتديات جعلت لي لها محبة قدام الناس وجشبت الجيش فاللي هيخاف خلاص بس حيتفعت تمن ضربت الشجاعة مئة مليون مرت يكفل انه بياخدوا ستاتنا وبياخدوا بناتنا قدام عينيون وبيحبسوهم ظلم وبياختصبوهم في ايه باللي باقي بعد كده يعني مش عارف طب انا عندي سؤال لك انت يا محمد من هنا الحد يوم 11 نوفمبر النهاردة 23 تقريبا يا جماعة 23 عشرة النهاردة 24 24 عشرة 24 عشرة يعني باقي حوالي 20 يوم تقريبا على الدعوات دي أو تقريبا يعني 17 17 يعني هل انتو في لجنة لإدارة المظاهرات دي وبتدير الموقف وبتتابعه ولا الحكاية مجرد انه احنا دعينا وفي انتظار تحرك الناس والله يا عايزة اقول الحركة على حالي النهاردة انا بالفعل احنا بنعمل دعوات انا شايف الله اكبر الله اكبر جزء جيد من المعارضة اللي في الخارج النهاردة كلهم متعاونين جدا جدا وقاعدين يقولوا الناس هنمشي ازاي وحنتقى معاكم ساعة ثانية بثانية واعلاميين قالوا لهم كده مجرد ما يحصل الحراق احنا معاكم ديها بديها وانا معاهم فطبعا احنا كلنا بنترح لهم افكار ونقول لهم شكل الحراق ايه انا بقول فكرة وابنمئات بتقول افكار وشعب بتقول افكار لحد ما ربنا يكرمنا يعني ان شاء الله وتضحق لكن احنا كلنا مشتركين لكن الخلاصة في ايه اللي انا قلت لحضرات ان انا هبقى عبارة عن الضمانة لتحقيل الانتخابات وكده بعد انتخابات الرئاسة طيب والذباط الجيش واللي كانوا ما هو الجيش ده عمر انا فيه برضو انا مش قدرانك نصوا عمرة ابن في الجيش هيظهروا امتى وحينزلوا امتى وحينزلوا مع الناس وساعة لما يحسوا بالامان وسط الناس يصدقوني حيبدأوا يظهروا وحنقدر لقول اسمقهم لكن في الوقت الحك ومش معنا كده انه زباط الجيش اللي معايا دول مش مؤمنين ان مصر تبقى مدنية وانه مش مؤمنين ان الجيش هرجع للسخنات الناس دي اللي هتختلف واحد في المئة عن مبدأ صور برضو واحرار مجموعات بس داخل الجيش مش الجيش كله بقى احنا معاك لا معاك مش كله هيكون ايه مجموعة برضو من الاعداد اللي هي بتساعدنا وتحب بلدها وزعلنا من السيسي وشرفة الصحي ضمر البلد معاك حينزلوا معاك وحيروحوا قصما بالله مسجد عامر بن العاص لكن عشان يطلعوا لوحديهم او يقولوا ارحل يا سيسي بالمسجد دول مش حيتخطفوا دول حيتعدموا قدامك لكن لما يحس ان فيها طبعو انت دلوقتي يا محمد عمال تقول مسجد عمر بن العاص عمر بن العاص ده انت هتلاقي من اسبوع قبلها الامن معسكر هناك مو ماشا مو الامن هناك هيبعت لك ايه قوة ديه الف يعني لا من ابلها من ابلها يعني من ابلها محمد يعني هتلاقي الامن من ابلها مو هيبعت منا معاك منا معاك مع حضرتك هيبعت النهاردة ايه يعني ايا ان قن القوة له هيبعت الف الفين مستحيل هيبعت الف فانت هيبعت لك ايه بوكس وعوخ عشر زباط وبوكسين هنا وبتاع هنا احنا بنتكلم العنزل ايه خمسين واحد مثلا لا يدخدوا واحده وروحه لو خمس الاف واحد ولا ينزلوا الشاعة لو المسجد كان عادي وجوه لطيف وما فيش زخم بجد لا يروحه وخلاص والمصيرين يستقبلوا الايام اللي جاي واحنا مكملين معاهم مش هنسكت برض ما هي بلدنا مش هنسكت طالما انحرارة لكن انا بكلم على زخم ان انا هجي من السمان عون موصل من نزل عمد طلعاص معاشي شوفوا من الكورنيش كده بقى فيه اعداد نزلت بجد على سبيل المثال يعني من مدان التحرير في 30 سكسونيا اللي عملوها لحد كبرى اصل النيه من المنظر ده كده بالفعل الشعب اتوحد كده الشعب اتطمن كده لا داخلية ولا اي حد هيقدر عليه لكن حيبقى قد الساحة وصفين ثلاثة برة لا مانهاش من يروحه احنا بنتكلم على صورة على تجمع عشان الناس ما تنزلش مشتتة انا محمد علي النهاردة بتقول لي انزل انزل اروح فيه معايا عشرين واحد صاحب امشى اروح فيه من حيطيبه العلي تبامشى في الشارع كده اقول ارحل تبانزل كده مثلا في الشارع ارحل يا سيسي اللي الناس هتنزل لا لازم نقطة تمركز حتى في الجيش حتى في الداخلية لما بيجي يعملوا حاجة عشان يجموا على وطر او يهجموا مطاريك في الجبل بيقولك فيه نقطة تمركز هنتمركز هنا ومن بعدها نبدأ بقى نعمل الخط فنقطة تمركز بتاعتنا فين ناخد نقطة بداية عامل اضن العاصر عشان نقدر نشوف عددنا نطمئن نقدر نمشي لحد ان شاء الله مجل الشعب نفس القصة برضو للاطالين انا النهاردة قاعد النهاردة في الاليوبي عايز انزل انا وانت وحضرتك دلوات انزل ازاي هقولك تعالى يا محمد ناصر انا ضد النظام وعايز انزل هتقول لي ماشي هنمشي في الشارع انا وانت هجيب خمسة صحاب ما هتقبض علينا ده حقيقي لكن نمشي ساكتين ما نفتحش بنا لحد الباب المحافظة اللي هي بتمثلنا المحافظة دي بتمثل كل قرية في مصر بتمثل كل مركز في مصر مين البابا بتاعتهم المحافظة فلما روح المحافظة ولا حرك انت مثلا جاي على المحافظة حنبقى اعدادنا هدبان ومن هنا هيحصل للدفع ومن هنا حنعرف اعدادنا قديه ونقدر من ساعتها نقول له ارحل يا سيس احنا ايه مشكلتنا في الحياة عايزين نقول له ارحل لو نزلوا عاصر اقول له ارحل يتقبض عليهم لو نزلوا حتى غلابة زي اللي بزيبت الوراقي دفع عم بيطفق ويطرقوا ما بيطقبض عليهم ما بيعتقلهم ان اعدادهم قليلة فاحنا عايزين بس موحد مش اكثر من كده عشان يبقوا امنين ومطمنين على نفسهم اثناء المسيرة طيب انا فيه بس اسئلة بس عايز بدي اجابات سريعة لان عندي هنا يعني كم سؤال وعندي هنا كم سؤال هنا هل هناك محمد عبد السلام بيسألك هل هناك قادة لهذا الحراك ونشطاء السابقين من سؤال 25 يناير ان شاء الله حيظهره مجرد ما نبدأ نتحرك يعني ما فيش يعني ما فيش فيه فيه طيب وانا اللي بديرهه من بر ابو عمر ابو عمر حيظهره امتى على النيل لما نمسع عن النيل طيب ابو عمر مصري بيسألك وانا خدت ابو عمر قبل كده والتحياتي لك ابو عمر هل تضمن صدور وعد من قيادات الاخوان بعدم السعي لتصدر المشهد لابطال حجة البعض وتصدير مخاوف طيارات مدنية بعينها لتثبيت دعوات الحجد الشعبي والله انا عدت مع الراجل المحترم من أستاذ ابراهيم مدير وهو شخصيا طلع ورقة بيان قصدي من جماعة اخل المسلمين ان مصر دولة مدنية وعادت مع الراجل وقال لك احنا بعيد عن الحق وانت شايف محمد اللي حصلت في الاخوان الاخوان انا اخدته من المرسل العامل اللي اخوان حالان براهيم مونير في سؤال هنا بس هارجي على الصفحة لكن من الصفحة يعني من الموبايل وفي هنا على الشاشة هنا بريم مصطفى تقريبا مش هارف اقرأ الاسم كويس بيقول او بتقول السؤال بيقول لماذا لا يكون هناك شخصية قوية تخاطب الجماهير وتؤمن خوف الناس في المرحلة القادمة يعني ايه شخصية قوية مين شخصية قوية مش فهم نجيب سبيدر مان مثلا يعني لا انت ما انتناش على السؤال با هو السؤال منطقي برضا يعني هو نجيب يعني شخصية قوية اكيد فيه في الخارج شخصيات قوية الناس ممكن تجمل اهلا وسهلا عايزين شخصية قوية تطلع تنادي بصورة او تنادي بحراك في الشارع من اقرأ ولو فيه دعم من شخصية قوية ده شيء من ده منتاز هي مش مشكلة مين اللي حينادي مشكلة بعد كده شكل المجتمع بقية او فين الانتخابات ده اللي يهمن لكن اللي ينادي شخصية قوية ايه شخصية قوية ده طيب هنا برضو ايمن بيسألك السعيد بيغلي بس سريعا والنبي محمد هل لك ان توجه رسالة لهم حتى يكون لهم دور متوازي مع ثوار القاهرة ويحدث اضافة لثورة المفاصل في هذا اليوم انا متأكد ان اهلا اخوات في السعيد لازم حيقوموا متأكد ان هم حيقوموا لانه من اكتر المحافظات اللي ظلمت فيه تاريخ مصر السعيد لانه اكتر محافظات كما تهمشها السعيد تقريبا قطعوها بر مصر خالص يعني هم عزلوها عن مصر فانا وعدين بشوف فيديوهات كتيرة جدا من السعيدة بنزلوها بقوة وبسالة مستبعين فانا عندي ايمان ان شاء الله ان هم هيجمون جدا وحبقى لهم دور فعال 11-11 طيب السؤال الاخير بقى عشان ننقل الحلقة ان احنا طولنا قوي استاذ محمد ماذا دي اميرة بتسألك اميرة الشبوري اميرة الشبوري استاذ محمد ماذا يفعل الشعب المصري اذا اغلق سيسي الطرق والشوارع تحسبا لنزول الناس كما فعل سابقا ومن المفترض ان تتحدثون عن حلول بديلة لما يعمل حاجة زي كده خلاصنا ما احنا بقولون ان هم خايفية مفيش حواجز حضار ضاف قدام شعب ابدا قدام مظاهرة شعب وصورة شعب بنزل تجمعات هائلة احنا لو قصرنا عدد المليون والله ولا حد هيعرف واستحال ان الجيش هتعمل مع الشعب ده مستحيل يعني يوم لما يحب يعني هيعمل حاجة اقولك حضرة دوالي شغل البلد اللي بيعملهم لكن الجيش هتعمل مع الشعب مع الشعب لا وكمان الزباط المراضي هتخاف ان هي تبقى فوش المدفع بسبب التجربة اللي تمت في 25 قناة فمش هتخلي الجيش يصدرها هي في المشهد وبعد كده ان الشعب تحسب معها حسبها هي لأ الموضوع يبقى مختلف جدا المراضي اعتقد ده يعني فشاء الرحمن طيب عموما تفصلنا عن الموعد لكن فيه كان فيه رأي كان قاله الفنان خالد ابو النجا انه كان طلب بمعهد 3 نوفمبر تقريبا على ما اتذكر او يعني ما كانش 11 كان قبل 11 واختفى صوت خالد ابو النجا 4 نوفمبر تقريبا واختفى الدعوة بتاعت خالد ابو النجا هل ما كانش فيه تنصيق بينكم وبين الفنان خالد ابو النجا لا للأسف خالص اه يعني عموما يفصلنا 17 يوم عن دعواتكم لهذه التظاهرات لازم اي حد بيحط استراتيجية بيحط بلان بي او يعني سكريبت موازي يعني ماذا تفعل اذا لم تخرج مظاهرات في 11-11 هذا ما حازين كدا على فلدي وحازين اكتر على الشعب المصري على اللي حيشوفهم المواجع في الفترة اللي باية يعني السيسيا حيزب من افتراه عشر اضعاف ما كان هو عليه النهاردة هما شافوا في المؤتمر الاتصادي ان السيسي بالفعل طالع يدفع عن نفسه وحرك حتى وضحت في البرنامج وباين جدا برنامج كان في موتها الجمال ان كل المؤتمر مش قايم على حاجة اقتصادية امدا ده راجل طالع يدفع عن نفسه وهو مهتز جدا فالراجل ده لو لقى بالفعل الناس منزلتش في 11-11 هترجع لقوته اضعاف ما كان يتعليه على كل حال انا بشكرك على تلبية دعوة الاستضافة يا سيد محمد واتمنى انه تكون في تقدم انت ومن معك يعني وانه تحصل لكن سؤال اخير قبل ما تمشي انتوا ليه حديدت 11-11 فكرة يعني هو الرقم كويس ولا ليه علاقة بمؤتمر المناخ لانه انا شايف اسئلة على الصفحة كده لماذا تم الدعوة في 11-11 الله وتم خياره شريف عثمان كنت كنت انا وشريف عثمان وشام صبري كنا طالعين نعمل مع بعض يعني وبعدين احنا بنتكلم مع بعض فبقول له يا شريف انت شايف النهاردة لو عملنا صبر يعني استغلينا ونعمل مظاهرة في وقت المناخ صبر في وقت المناخ فالما عادل المناخ شايف لنا كده جمعة فرح قال في 11-11 وديت وقت تكون افضل فاحنا اتفقنا ان 11-11 هكون افضل من اول الاسبوع لما يبدأ المناخ بتاع المناخ اكيد طبعا هتحصل مصايد او كوارس ان شاء الله نتمنى تنزع على دماغ السيسي منها قضية روجيني منها في رؤساء ممكن محضرش المناخ عايزين نشوف الموقف إلا حيحسن بين بطل حراب كامل فاحنا عايزين نشوف شكل المؤتمر فالصراحة لاختار المعاد شريف رصمان وعجبني شكل التاريخ انا هو الشامل على كل حال اتمنى لكم توفيق جدا يا استاذ محمد وانه نبدأ المتابعين مع حضراتكم ان شاء الله يعني ما تأمل وما نأمل في نفس الوقت بشكرك جدا الفنان محمد علي وتحياتنا لو ساشريف اسمان وتحياتنا لكل الدعين دو بشكرك جدا بشكرك جدا عزيز المواطن قناة مكملين الحقيقة بتغطي القنوات والاعلام لا يصنع حدث ويغطي حدث يجسد حدث الدعوات الى التزاهرات في 11 11 او غير 11 11 هي في النهاية بيبقالها ميزة واحدة او ميزة يعني ان النظام بيرتبك بعد ما كان مستقرة ديك شايف السيسي حول ما يسمى بالمؤتمر الاقتصادي الى مؤتمر بان فيه مدى ارتعاشه ومدى اكاذيبه اللي عرضناها طوال الحلقة انا دايما اقول كده الدعوات والغضب دائما ما يحرك المياه الراكدة يخليه طبطب يتموحا يبوس فيكم لكن طول ما فيش تزاهرات ما فيش تعبير عن الغضب ما فيش انفعال بهذه التزاهرات هو بيبقى مستقر اما كوني انا مع او ضد انا مع اي دعوة انا مع اي دعوة الحقيقة تحرك هذا الموات او هذه السكون او هذه الجسة الهامدة شعب عمال يتحن طول وقت 8 سنين وهو صامت ده صعب نظام عمال يتخبط فيه شؤونه او سياساته الاقتصادية والامنية ويعتمد عن نظام الامني بشكل قوي واستهان بكل شيء ده خطأ لكن لا استطيع من هنا ان انا اقول لكم انزلوا او لا دي مش قصتي لان انا في الخارج انت اللي جوه وانت اللي كابش النار بايدك انما تنزل او ما تنزلش ده قررك انت تستجيب ال 11-11 او ما تستجيبش ده قررك انت تنزل قبل 11-11 تنزل بعد 11-11 ده قررك انت لكن نزار قباني في قصيدة هوامش على دفتر النكسة له بيت شعر بحبه قوي بيقول ان الله هيؤتي نصر وماني عشاء والله ليس حدادا لديكم ليصنع السيوف اذا انت ما نزلتش اذا انت لا تنتظر نصر لا تنتظر تغيير حال عايز تنزل انزل مبسوط اوكي مش مبسوط تمام خايف عندك حق مش خايف عندك حق انت عور انت حور لكن الحلقة خست خلوني اشكر فريق الاعداد واشكر عز الجميل اللي كان قائد حلقتنا النهاردة وعلي واشكركم جميعا قبل علي وعز وقبل فريق الاعداد وإلى ان نلتقي غدا ان شاء الله في حلقة جديدة من مصر النهاردة تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير اشتركوا في القناة